في الحلقة التالية هبدأ أتكلم معك عن الخامات كبداية شرح الفيري في برنامج جرافيت طبعاً هيكون لسه فيه شقة عن الإضاءة وخلافه أول حاجة بتدوس على الفيري وبتدوس على انابل عشان تبدأ تتعامل مع الفيري الجزء اللي هبدأ أتكلم معك عليه هو الاسيت ايديتر والأبريانس ماناجر أول حاجة أنا هنا مكتوب عندي الفيو هو 3D لا أنا عايز فيو صغير كده هروح للكاميرا من البلان وأخذ الحتة دي وهي دي الحتة اللي هشتغل عليها هسميها بس تكون تست أهو عندي من 3D رينام أو دابل كريك عليها F2 سميها تست وان أو واحد الوقتي وأنا في الفيري أتأكد إن هنا يبقى أي رندر كتست حتى هتلاقي إنه هو بيكون على اللقطة التالية بس أكيد إنت راخد بالك إن في خامات طلعة أو ظهرة عندي في اللقطة الخامات اللي هي جوا رفت لو مسكت أي إلمنت هتلاقي خامات صح أي خامة من دول ليها أبريانس أسيت اللي بيحصل إن الفيري بيعمل أوتو جينوريت للخامات دي يعني أنا لو دست على الأبريانس ماناجر دي الخامات اللي هي عندك سواء للماتيريس كا في البروجيكت أو للأوبجيكت أو ليها إعدادات أخرى يبقى عندي الخامات اللي هنا دي كلها لو دست مثلا على كليك على الايكون دي يبقى أنا بختار السطح من اللقطة اللي قدامي وأختار عندي السطح ده هيقول لي إن دوت واخد الوالنت أو الخامة دي اللي هي الخشب دوس كله كليك عليها مكتوب إيه؟ أوتو جينوريت يبقى دية أصلا من ريفيت كأسيت أبريانس اتعمل لها جينوريت هنا تمام؟ حتى لو دست كليك على القايمة اللي هنا دي مش فيري متريل يبقى أول قاعدة إن الخامات اللي قوة ريفيت بيتعمل لها أوتو جينوريت وبيكون مكتوب عندك هنا سيليكشن تايب لو عندي فيه خامة فيري هتلاقيها هنا طب ليه ما عنديش خامة فيري؟ لإنك أول حاجة بتدوس على الأسيت إليترو بقى وهنا انت بتختار الخامات من الفيري أو بتعمل خامة جديدة فيري وهكذا السين دوت انت مش عندك أي خامة تتعامل معها في عندك على يسار المكتب بتاعت الفيري في عندك على الشق التالي هيكون الإديترو يعني مثلا لو أخدت عندي خشب أهو وعايز أتعامل مع أحد الخامات اللي هنا hold click عليها أو right click add للسين دلوقتي هبدأ أتعامل معها أهو تمام؟ يبقى أنت عندك هنا الخامات بتاعت الفيري طب ما كانها فين؟ عندك هول بات بتاعك بيكون عندك فيه document هتلاقي عندك فيه V-Ray هتلاقي عندك AEC materials النسخة هي دي الخامات بتاعتك الاكستنشن بتاحها أو امتدادها بيكون أعتقد V-Ray material طيب الخامة دي عندي هنا كنوع خلي بالك إنه دي اللي هي الماتريالز فيه عندك اللي هي الجيوماتري اللي هي زي الـ Fur أو الـ Displacement أو الـ Proxy Mesh وفيه عندك تكتشرة نفسها من أول الـ Bitmap لغارة الكروفتش رأعتقد فإنت ممكن من هنا تختار إنت عايز إيه؟ right click هتلاقي عندك خامات generic ابدأ ضيف المبات مش عايزها delete اهو طب عايز حاجة جاهزة open وهاتك جاهز عندك طب عايز أسيف اللي أنا عدلت عليها save اهو تمام؟ يبقى الـ V-Ray Asset Editor هو اللي بعمل فيه الخامات بتاعة الـ V-Ray عايز أخلي داي أخدها هروح بقى للـ Appearance Manager أختار السطح أدوس click عليه أقول له تعالا هنا خد الـ V-Ray Material هتلاقي دلوقتي طلعت عندي ولو دست click هنا مكتوب إيه؟ V-Ray Material عايز أعدل عليها مش لازم أفتح click هنا على طول هيفتح لك اللي هو إيه بقى الـ Editor بتاع الخامة اللي هي بتاعت الـ V-Ray عايز تضيف مبات عندك هنا طبعا الـ Option أعلى بكتير قوي من برنامج رفت يبقى أنت بس كمقدمة لك أو كبداية لك كتعامل مع الخامات تبقى فاهم في عندك حكتين الـ Appearance Manager الـ Asset Editor فدي أول جزئية عن الخامات في V-Ray برنامج رفت موسيقى